مرحبا أهلا وسهلا فيكن بعالم بروبيوتك بلاس اللي بيخليكن تكونوا أشخاص عم تتجددوا إذا أنتوا فهمتوا فكرة البروبيوتك ولا تفهموا أكثر ناتوروبات دكتور ألفريد كرام حاضر معنا ليفسرنا فعالية البروبيوتك المتضمن ضمن حبيته البروبيوتك بلاس مليارات من البكتيريا الجيدة اللي بحاجة لنا جهاز المعاء مصاريننا وكل هذه الأمور ليكون في عنا صحة سليمة لمدى طويل دكتور صباح الخير أهلا وسهلا فيك اليوم موضوع كتير مهم وأنا هلأ لما قلت للموضوع رح أعطيك اختباري أكثر من أسبوعين مع البروبيوتك بلاس اللي بلجتي من حوالها الأسبوعين بس خليني أقول للمشاهدين أنه اليوم بدنا نفهم شو هو الديتوكس أهمية أنه ننظف جسمنا من السموم شو هي الطريقة وأدي تناولنا للبروبيوتك بلاس اللي هو عبارة عن البروبيوتك في مليارات من البكتيرية الإيجابية مجموعة بحب واحدة بمرضين واحدة بعدة أحجام بمتناول الجميع حسب يعني الحاجة لخبرك يا دكتور تري أنا لا شعوريا عم بعمل ديتوكس وما أني عارف أول شي جبرتني أشرب لترين ماء صدقا مش عم جامل ولا على الهواء ولا إلي أي منفعة حس حالي خفيف ما أعرف شو السبب ما عدت انتظمت هلأ بعرف أنه أنا عبي أخد البروبيوتك أو البروبيوتك وأخده قبل بمرة بس ما بعرف يمكن هالمرة لأن بريكي من لأن هلقات خسران وزن يمكن بيّن مفعوله أكتر فهلقات بتحس بي راحة نفسية هيدا الخلاصة شو صار معي ما بعرف اتفضل هلأ ولا أصدت أعمل ديتوكس بعدك عم بشرب مي كتير وإكل كتير فواكه وصراحة بسمع وبعمل بنصيحتك مش مش وخوخ قبل ما نام بشي ساعة ساعتين تقوم تاني يوم كل شي تمام أنا بتشكرك حقيقة يمكن يمكن الناس بيفكرونه أنه حكين مع بعض يمكن لا 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 أبدا حبيب يمكن يمكن أبدا بس ما منمنع الناس بدون يحكوا أنا اليوم عندي موضوع كتير شايق شايق لإلي والشعور اللي أنت شعرته أنا شعرته ب93 أول مرة أخد فيها البربيوتكس نفس الشعور اللي أنت شعرته أنا شعرته بتكيتة وتسعينة يعني تقريبا دايش 30 سنة تقريبا 30 سنة من هلأ هاي بفرنسا لما كنت بفرنسا والشعور هذا زادني شوق لأشتغل بالبربيوتكس أربعة سنين بفرنسا وجبني على لبنان بسبعة وتسعين اليوم موضوعي هو موضوع إزالة السموم من الجسم كتير شايق وكتير مهم وإن شاء الله بعطيه حقه للموضوع ما فيك تتصور قديش مهم ومش بسهولة نفتح مواضيع ونحكيها بين بعضنا لا على التيفي ولا بالسالونيت ولا مع الأهل والقرائب لكن لما نشوف قديش الجسم بيحاجي لهالشي قديم نفيده ما فينا إلا ما نحكي ونعطي حقه نحن جسمنا جسمنا عنده خمس أعضاء بيقدر يصرف فيه سمو أول واحد بالأهمية رح بحكيهم المصران التاني الكبد تالت الكلاوي الرابع كله البشرة الجلد والخمس هني الغدد اللمفوي مشكلة الجسم بيحب الجسم عطول عنده جهاز مناعة وعنده طريقة بيدافي عن نفسه فيها ضد الأمراض مشكلته أنه لما تتكاتر سوري مشكلته لما تتكاتر السموم عليه الجهاز المناعة بيلتهي الجسم بيلتهي بتنظيف حاله والمرض بيقدر يسيبه فنحن شو بدنا نعمل؟ نحن بدنا نساعد الجسم لينضيف حاله من السموم لأن السموم هي سبب من أسباب المرض حتى هو نعطيه قدرة يروح ويفتش وين في بداية مرض ويوقفه اتفقنا؟ إذن نحن اليوم بهمنا نروح نتوعى نعرف كيف نقدر نساعد نفسنا لننظف جسمنا السموم من يم تيجي؟ السموم تيجي من الماء بتيجي من الأكل وبتيجي من البيئة اللي عايشين فيها إذا نحن ميتنا نظيفة طبيعية نظيفة إذا أكلنا نظيف يعني كلنا عم ناكل أورغانيك عم ناكل أكله نظيف ما مش جاي سموم من رشوش وغيره إذا الجو اللي عايشين فيه جو نظيف من الصعب أن الجسم يوقع بأمراض ليه؟ لأنه جهاز المناعة جاهز حتى دغري يحارب عنك للأسف الشديد والجسم قادر قادر بهالحاله يقدر ينظف حاله من التوكسينز اللي هو بيصنعه ونحن بنعرف أنه الخلية هي الأساس بهالموضوع هذا ولما الخلية تنأزى انأزى الجسم ولما الخلية تموت لما الخلية جسم تموت مات الجسم في أعضاء تموت والجسم بضلحي أما الخلية هي الأساس بهالموضوع هذا نحن اليوم بدنا نعطي معلومات للناس شو هي علاقة البكتيريا بتنزيف الجسم أول شيء لنا نحن شو مصران كرقم ون وهون بدنا نعطي حقه نحن بنعرف أن البكتيريا على أنواعها بتدخل الجسم وبتروح لا تعشق المصران لا تعيش فيه هلأ في أنواع من إلا الترانزاين متنقلة بتقعد 24 ساعة بالجسم وبتروح وهيدي مهمة ما كنا نعرف أهميتها ليه الرب ليه الطبيعة ليه الله ليه هالتكوين هيدا ليه هالموضوع الأدي موسع بهالبكتيريا هيدا وليه أعطانا عشر أضعاف كميات بكتيريا عشر أضعاف عدد خلايانة حتى يحمي هالجسم إذن لنا في بكتيريا متنقلة بتنقل 24 ساعة وبتروح في بكتيريا بتعيش بأعلى المصران الرفيع في بكتيريا بتعيش بالوسط في بكتيريا بتعيش بالديودنوم تحت بالجاجنوم وبالديودنوم وجاجنوم والإليوم وفي أنواع بكتيريا أساسية بتعيش بهالمصران الغليز هيدا بتثبت بتقوم بأعمالها هالمصران هيدا في حاجز في بارير في حاجز ما بيخلي كل شيء يدخل على الدم عمل البكتيريا هون أساسي بهالموضوع وهون رح منصيب عصفرين بحجر واحد كيف؟ رح منصيب عصفرين بحجر واحد بدأ الناس ينتبهولا يعطوها أهميتها لأنه الأد فيها إفادة شوف لما نحن نأكل نتغزى ويدخل علينا على جسمنا كل هالعناصر الغذائية تنتقل من الفم للمصران كل شيء وبتروح للدم بغري بتروح على الكبد حتى يفلترها الكبد بيفلتر حد لتر ونص تقريبا كل ديئة لتر ونص كل ديئة الكبد بيتعب إذا فيه توكسنز وأشياء أكتر شيء بيتعب الكبد هي لما يكون المصران فائد كتير أنواع بكتيريا جيدة بروبيوتكس وصار الجدار صار البارير هزيلي مكشوفة وبتسمح مش بس للبكتيريا الضارة تعمل توكسنز وتأذيه تدخل على الدم وهون الكبد بيتعب حاله لنظف إذن بوجود بكتيريا تجينا بكتيريا بروبيوتك جيدة ممتازة أساسية لصحتنا تجينا من الهوى والماء والأكل واللي عم ناخده نحن زيادة لأنه عم نشعر ما عم بيجينا كفاية راح بتروح أول كل تمنع البكتيريا الضارة تتكاتر تمنع البكتيريا الضارة تعمل توكسنز سموم وتمنع وتحسن من وضع هالبارير الموجودة داخل المصران حتى ما تنتقل هالبكتيريا وتروح أدام وتتعب الكبد يعني بترجع بتأول غلاف بتأول غلاف اللي داخلي اللي هي بكون عليها هالماد المخاطئة هالسموم تخرق وتفوت السموم بعض الأحيان راح تخرق ما في حدا يقدر يمنعه وإذا كترت تتعب أكتر نحن أكتر هم علينا هي أنه هالبكتيريا الضارة اللي عم تدخل على جسمنا من عدة أماكن ما تعيف فساد جوا ما تضر بهالكوش الداخلية هاي دي البارير الداخلية للمصران وما تدخل هي ما تتعب وتدخل على الدم حتى الكبد يتعب حاله كتير إذن نحن عملنا هون بالبروبايوتيك هي أنه لما تكون موجودة راح تمنع تكاثر البكتيريا الضارة والخمائر وغيره وغيره وراح تمنعها من الدخول على الدم وهون نكون عملنا أكبر عمل لجسمنا حتى ما ينصاب بأمراض بس دكتور عفوا خليني أستوضع الشغلة بلشت ببداية حديثة قالت أنه المي المي عنصر كمان مسبب المي الهوى والأكل عنصر مسبب بدخول باد بكتيريا المي فيها ميركور فيها زيبة وكادنيوم وهون عمل البروبايوتيك كتير مهم لكن أنا قلت لك أنه في أنواع بكتيريا متنقلة هالبكتيريا هايدي مدروسة عن الباحثين أنا لقلت لما من 2007 رحنا على أفضل مكان درسوا البكتيريا وشافوا الخصائص تبعولها رحنا على هالمصدر هيدا شافوا أنه هالبكتيريا هايدي عندها إما بتحاصر التوكسينز إما بتحاصروا إما بتغلفوا ومش بس بتحصروا بتاخدوا من مكانوا أو بتعملوا بتزيل مفعولوا الضار والبكتيريا المتنقلة بتمسك هالمواد هايدي وخاصة هالهافي متلز هال المعادن الثقيلة بتخرجها بطريق مكانها للذهب ما بتخليها بتظلم خليتها بالجسم إملي موقوتي من هون هالبكتيريا هايدي عندها عمل جبار مع جهاز المنيعة كأنهم بيحكوا مع بعض بتفاهموا وبتساعدوا حتى هالجسم ما يمرض ربنا أعطانا مصران لنأخذ منه غزاء بس حتى نخرج أعطانا كبد عملوا جبار حتى يفلتر كل الدم كل الدقيقة لتر ونص وكل شيء عندنا نحنا حدى الخمسة بين الخمسة وستة لتر دم بجسمنا أكبر واحد وقت الجسم عنده غلقات والكلاوي اللي هي بتنظف كل يوم السوائل عندنا البشرة اللي بتساعد طلعت كسين المشكلة وين لما نكون عايشين بجو من ونضيف هالبشرة اللي بتطلع كمان فيها تدخل من هيك نحنا من هيك نحنا لما نمرض مش بالصدفي فيه أسباب للمرض وهون أهمية نتعرف عليه وبرجع الغدد اللينفوي اللي هي أساس أساس من الأسس من الجسم حتى تقدر تساعد الجسم هاي ده نحنا اليوم شو عم نقول نحنا عم نقول هالبكتيريا اللي مناخدها كرمال النفخة ومناخدها كرمال الغازات وعصر الهدم هي عم بتروح عم تعمل أكتر من هيك الطبيعة خلقتها مش بس للنفخة خلقتها حتى تنظم عمل الجسم وتحميه حتى ما ينصاب بمرض حتى ما يكون المرض جزء من حياتنا أهميتها هي فقط بوجوده بجسمنا فقط نحنا نعطيها مجال تدخل إما بالهوى أو بالماء أو بالأكل أو عن طريق سابلمنت أفضل أنواع البكتيريا اليوم اللي بنقدر نحصل عليها هي بالبرياتيك بلس هي بهالمستحضر هيدا حتى نقدر نستفيد ليك شو بيحصل نحنا لما يكون في عنا كتير سموم وطوكسنز بجسمنا منحس تقل خمول وبعض الأحيان المرض ببلش يجي هالمستحضر هيدا اللي بجمع سموم وبيكون في بكتيريا ضارة طيب هيدا كمان معرض صار لسرطان لسرطان هالمستحضر هيدا طيب نحنا لما ننظف هالمكان هيدا بنكون عم نبعد عنا هالمرض اللي هو عم بيأزي كتير ناس هيدا أهمية نحنا اليوم حديثنا عن الديتاكسيفيكيشن وعالية البربيوتك فيها نعم طيب دكتور كرم البربيوتك وحده بيقوم بالواجب ولا ضروري نعمل ديتوكس لأن فيه أكتر من طريقة للديتوكس على يومين ثلاثة عصائر أو بيمتنوا عن أو بيكلوا نوع واحد ايه بمونو دايت أو شي نيال اللي بيعملون نيال اللي بيعملون هادي لأنه هادي بيشتغلوا لمدة يوم يومين ثلاثة أو أسبوع وبيشيلوا كميات ضخمة نحنا شو عم نحكي نحنا هون عم نقول دخول هالبكتيريا هيدا إما بتزيل مفعول هالتوكسينز إما تعملها بايندينج تحصرها أو تعملها تراب تاخدها إذن وجود البربيوتك بحياتنا وجود البكتيريا بعد بحاجة هالأد لهالأمور التوكسينز نشرب مثلا ناكل مونو دايت نعمل رز كامل ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو نعمل عصير معين ثلاثة أيام أو سبعة أيام أكيد فيه نعمله لكن وجود هالبكتيريا اللي هي ربنا أعطانا إياها وأعطانا إياها من أول ما يحط الطفل فمه على ثدي أمه بلش تعيش فيه وجودها بكميات أخذنا لقلها بطريقة كيف طريقة متداولة تسمح لنا أنه نبعد السموم ونزيل السموم عن جسمنا طيب بدقيقة دقيقة ونص ناتيوروبا دكتور ألفريد كرام اليوم لكل الأشخاص اللي بتلاقيهم خاصة نجيل الشباب والصبايا هلأ موصن بحر وكل الناس عم تنزل وعم تعرض أجسامه وكله صاير يعني من روادة جيم وهيدا شي حلو يعني هيدا الثعاف الرياضية نعم كمان هيدا وعي هلأ بهدف التجميل مش غلط بس كمان بهدف أنه تكون الصحة جيدة أداء تنصحون يعملوا ديتوكس وأداء أهمية البريوتيك بلاس اللي هو عبارة عن بروبيوتيك وكمية من البكتيريا الإيجابية وهيك بي إذا بدك ملخص سريع نحنا شو رح نعمل هلأ أنا رح أعطيهم الطريقة ورح نفتح الهوى بعدين ويعطونا هني شهاداتهم ياخدوا حبتين بعد كل واجب الطعام ترويئة غدا عشا حبتين 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 لمدة أسبوعين بيقلص الأسبوعين نكون دخلنا كميات مليح لتساعد بعضها وبعدها منوح ثلاثة شهر حبة بعد كل واجب الطعام ومنشرب لترين ماء يوميا أفضل شرب الماء يكون بعيد عن الأكل وهي الطريقة هيدا يخبرون هني عن الاختبار اللي يكون مفيدا يعني هيدا ديتوكس بحد زيته مع البريوتيك بلاس أبسلوط لي عظيم ما في شك خلوني يخبرون لك الناس إني أكتر حقيقة بيعطوك النتيجة نتيجة صح وبيحكو لك إيها بوضوح مية بالمية وبصراحة ومن دون مجاملة بس أنا حكيت بوضوح اليوم أنا بعرف وما كنت عم جامل أنا ما كنت عارف يعني قلت لي إياها هلأ ومبسطت كثير بتشكرك على هلأ وأنا مبسطت أنه عشت نفس الاختبار مثل ببداية معرفتك ببريوتيك من 30 سنة ما بقدر إنسى الاختبار هذا يعني اللي خبرتك يوم مزبوطين من 30 سنة ممكن أي شخص يشعر فيهم من 30 سنة عشتوا نفسه بكل التعليمات صح عظيم فإذا المشاهدين لقاءاتنا بتتجدد مع ناتيروبا دكتور ألفريد كرام كل تنين أربعة وسبت الساعة عشرة وعشرة ضمن برنامجنا على شاشة الأو تي في وطبعا الإعادات بتكون بفترة بعض الظهر أهلا وسهلا فيك دكتور منشوفك الأربعة بإذن الله لا يحفظك يا رب إن شاء الله نروح إلى فاصل ومنتابع اشتركوا في القناة